أنا أصور أن الرضا حالة قلبية ترى ليس شرطا في الرضا أو ليس هو الرضا التام أنك تقول فقط تسلم بلسانك باللفظ لكن هو قبل ذلك يكون بالقلب أنك تطمئن لهذا الأمر الذي حدث لك ولذلك الحديث الصحيح الذي مات ابنه و قال الله عز وجل في الحديث القدسي ماذا قال عبدي؟ قاله حمدك واسترجع سبحان الله قال ابنه لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد الله أحد السلف كان جالس كده في درس علمي و جاه أحد يركض من بعيد و هو يصرخ و يرفع الصوت عين فلان يا فلان يا فلان يا فلان و هو ينادي صاحب الدرس فقال شو عندك أسهل ما شرط قال ابنك مات قال أعلم اجلس اجلس خلنكمل الدرس الله أكبر قال كيف علمت أنا أول من شاهد هذا الموت قال الله عز وجل قال لكل أجل كتاب أنتهى الأمر شوف قمة التسليم هنا قمة الرضا يعني هنا يعطيك وصف لهذا الشعور العظيم و قبله كيف كان يعيش حياته من هو يسلم لهذا الأمر لكل مصيبة تسمع كثير من الناس بالذات يمكن ربما أحيانا كبار السن إذا سمع شيء قال آمنا بالله أنا شاهدت الموقف الله أمام عيني كنا عند الشيخ عبدالله بن قعود الله يغفر له يسكنه في سيحة عمي و في مجلسه و في ذاك الوقت جاء أولده الشيخ حسن أو غيره ولله نسيت لكن كان يبلغ بوفاة أحد كبار العلماء يبدو لي عفيفي أو غيره برضو و كان يبلغ بإذنه الشيخ طبعا ذاك الوقت بدأ فيه النسيان و كذا في آخر عمره يعني فالشيخ والله ما أنسى الكلمة التي قالها قال آمنا بالله الله كبار إيمان قوي التسبيح القوي هذا والذكر في لحظة الشدة هنا أنا أقول هنا الناس هذه تعيش حالة من الرضا التي نحتاجها عبدالله بن مسعود في الطبران يقول يقول لئن يعض أحدكم على جمرة حتى تبرد أو يمسك جمرة حتى تبرد خير من أن يقول ليت هذا القضاء لم يكن هذا قمة التسليم هذا الرضا بالذات الآن الأم إذا حدث لها مكروف فتجدها تقول الحمد لله الحمد لله طبعا أنا وإحنا اتفقنا ترى إحنا في مواضيعنا غالبا سنقربها أكثر لعشر عشر الأخيرة من شهر رمضان لمن فاته شيء من صلاة أو غيرها أو ذهو ظرف معين يمنعه فلعل الحديث يعني يأخذ بعضه بعضا بعد قليل في الأمثلة